تتميز العلاقات الثنائية بين مصر والمقر بالتعاون الوثيق الذي يعود إلى سنوات عديدة وتعكس العلاقات بين البلدين حرص مصر على تعميق وتوسيع نطاق التعاون مع جميع الدول على مدار السنوات الماضية شهدت العلاقات المصرية المقرية تطورا كبيرا في ظل تقارب بين القادة والزيارات المتبادلة التي عكست قوة ومتانة في العلاقات ما بين البلدين مصر والمقر ترتبطان بعلاقات تعاون متميزة على مختلف المستويات حيث تعد المقر من أوائل الدول التي أيدت ثورة الثلاثين من يونيو وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء المقري فيكتور أوربان خلال تهنيئته للرئيس السيسي بفوزه في الانتخابة الرئاسية مشددا على أن بودابيست تعتبر مصر شريكا استراتيجيا في إطار السياسة المقر الخاصة بالانفتاح نحو الشرق زيارات متبادلة ما بين البلدين على أعلى المستويات منها زيارات الرئيس السيسي للمقر آخرها كان في أكتوبر لعام 2021 للمشاركة للمرة الثانية في قمة فاشغراد وزيارة رئيس وزراء المقر فيكتور أوربان لمصر في شهر فبراير في العام 2023 المقر سعت لاتخاذ مواقف متوازنة وتأييد رؤية مصر إزاء قضايا السلام في منطقة الشرق الأوسط وتعكس تصريحات كبار القادة والمسؤولين في المقر تقديرهم البالغ لدور مصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة فضلا عن دورها على الساحة الدولية اهتمام كبير توله مصر نحو العلاقات الثنائية مع المقر على مختلف الأصعظة والاستفادة بما تتمتع به المقر من إمكانيات اقتصادية وتجارية واستثمارية ملموسة فضلا عن أن تعزيز العلاقات ما بين البلدين يسهم بدوره في تعزيز مجمل علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي ككل